الباقيات والصالحات أجمل كلمات تقولها يا عبد الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إليك هذا المثال البسيط اللي يوضح لك عظم هذه الكلمة سليمان عليه السلام في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم مر بالموكب العظيم فرآه عابد من عبد بن إسرائيل الطير قد أضلته من الشمس والإنس عن يمينه والجن عن يساره والألحوش بين يديه فقال عابد من العباد والله لقد أعطاك الله ملكا عظيما يا ابن داود فتوقف ثم قال تسبيحة يعني سبحان الله تذكر قلوا سبحان الله قال تسبيحة في صحيفة مؤمن خير مما أوتي ابن داود كلها الملك العظيم تصور ما أوتي ابن داود يذهب والتسبيحة تبقى أين ملك سليمان ابن داود ذهب أين التسبيحات بقيت إذن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال صلى الله عليه وسلم تغسل الخطايا غسلا اغسل خطاياك بهذه الكلمات يا عبد الله وقال تنفض الخطايا نفضا فإلزم هذه الكلمات والله لعلك تنجو بكلمة من هذه الكلمات إن رجل في عرصات القيامة نجى بلا إله إلا الله قد تكون هي المنجية أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير الله اللهم صلى الله عليه وسلم